القضايا الحقيقية بشأن تكوين حزب بعدما استقلت من الحركة الوطنية سببه أن الحياة الحزبية المصرية ليست بالقدر الذي يجب أن تكون عليه من المضج السياسي سواء من قبل الدولة أو من قبل الأحزاب الحياة السياسية المصرية من سنة 52 انتهت في مصر الحياة الحزبية تم تدميرها من ثورة 52 وتدمير شديد مش تدمير عادي ده تدمير شديد إلى أن وصل الأمر أن من يفكر في تداول السلطة يشكل صورة من صور الإنقلاب على الحكم وهو أمر في منتغى الحطورة حيث أن الحياة الحزبية تقوم على مبدأ تداول السلطة وتعدد الأفكار من 52 فضلت الحياة في مصر بفكر واحد من الاتحاد القومي حتى الحزب الوطني مر رب الاتحاد الاشتراكي والطيارات الوسط واليمين والرياس كل ما كنا فيه ولكن نحن أمام هذا الأمر انخفضت فكرة الأحزاب انخفاض شديد جدا وعشان يعادل حراك الحزبي مرة ثانية لا بد أن تشجع الدولة هذه الأحزاب لأن الدولة حتى الآن لا تشجع أيضا الحياة الحزبية الدولة تريد حياة حزبية مشي في طيار واحد الطيار الذي تسير عليه الدولة في أفكارها والأحزاب ليس هذا دورها ليس دورها أن تؤيد في حازم ولكن دورها أن تؤيد وتعارض وأن تقدم ما لديها تأييدا أو معارضا وأن يكون الحكم نتيجة لما تتمتع به من شعبية في شرع سياسي وعشان ده يحصل لازم الدولة تدي مساحة أكبر للأحزاب لازم رئيس الجمهورية يدي مساحة أكبر للأحزاب لازم القوانين السياسية بتكلم عن انتخابات تبقى من الانتخابات من خلال أحزاب مش من خلال أشخاص لأنه التداول السلطة والديموقراطية لا يتم إلا بالحياة الحزبية ما بيتمش بواحد منفرد يطلع يرشح نفسه تجيبه ما لوش مبادئ معينة سياسية بيعلن عنها ما لوش الكلام ده وإلق فبالتالي خلاص أصبحنا ماشيين بالشكل القديم كل مجلس النواب مجموعة من الأشخاص قعدة مع بعضها ليس لهم فكر مشترك هنا وصدهم فكر مشترك تاني وما بين الفكرين توجد أفكار مختلفة كلها إثراء للحياة السياسية المصرية